السلام عليكم اخواتي كديرين لبس عليكم مرحبا بكم عندي في فيديو جديدة في القناة اليوم ان شاء الله سنبرتج معكم تحت طلب بعض الاخوات كيف اشتخدو القياسات ديالكم ديال طلعمط ديال الخشب ديال المخاد ديال الخامية كل شي تاخدوه ريوزكم وتأكدوا بان هادك شي اللي غتخلصوه هو اللي غدي تجيبوه باش المعلم صراحه مزيدش عليكم كيف موقع لي انا وصديقة ديالي خلصنا متراج اللي ما جبناش هو اخده دربي ديشونتون في المحل ديالو باش ما تقعوش في هذه المشكيل شاء دولا فيديو حتى النهاية باش تعرفوا تاخدو قياسات ريوزكم فرجاء ممتعة على بركة الله البنات نبدأ ان شاء الله نعطيكم طريقة كيف اشتخدو القياسات ديالكم بالنسبة الناس اللي ما تقدروش يجيبو المعلمية للتار سوقتو الناس اللي في الغربات يبغوا يجيو فصلوا طلامت ديالهم هنا يفصلوا صالونات ديالهم هنا في المغرب ويديوهم يعني هدها تلبية للطالب ديال سوقتو واحد الاخت في اوروبا هي اللي قلت لي عفاك ديالنا العبارات كتبغي صراحة هي تتخدم هنا في المغرب ولكن ما كتقدرش تجيب المعلم اللي غي عبر لها كتعبر راتها اذا مغادة العبارات اكزاكت اليوم ان شاء الله غنعطيكم العبارات كيف اشتخدو العبارات الخشب كيف اشتخدو العبار ديال طلامات ديال الحوفة ديال المخاد اللي غادي يخصوكم شحال ديال المتراج بزاف ديال الحوايج ان شاء الله تابعونا فيديو حتى النهاية وغادي تستفدو وعندي لكم مفاجأة في اخير ديال الفيديو ان شاء الله فانتظروها ما سمشيوا في عين اذا نبدو ان شاء الله بهذا بالخشب الخشب هي كان نقول لكم احد القضية ما الافضل ان المعلم يجي عندكم الدار انا راني غامرت فاش خديط العبارات ديالية المخشب الراسي غامرت صراحة ولكن الحمد لله النتيجة كانت مزيانة موقع لي حتى شي مشكل جدك شي اكزاكت ولكن بنسبة للناس اللي تيكون عندهم مشكل في العبار النهاية للحمر جمنholders starters من الشاش بإغافية لتخصد الأرض من الراس حتى الراس لتضبط وصف على الأرض في عرض كامل , وعرض كامل الخشب خاصه خاصة التفاء يعني بدوم forthきزقى كما تعرفون الخشب صعيب لنقصه منه يكون صعيب شوف الخدمة دياله اذا نأخذ العبارات وما نقولوش للهات الطول بحل هذا الطول او لهذا العرض بحل هذا العرض لا اخذوا العبارات كاملة ورسموه شيء ما وحطوا العبارات اكزاكت انا كنأكد عليها وكنستطر عليها بالنسبة للكوطيات البنات بالنسبة للكوطيات انتو ما كنتمشو عند النشجار كيعطيكم من العبار ديال الكوطيات بغيتو 7 سنتيم بغيتو 15 سنتيم 20 سنتيم بغيتو 20 سنتيم كين اللي كيبغي احتل 35 سنتيم على حسب كين اللي كيبغي احضر الكوطيات عريضة بزافي يعني انتو ما على حسب شنو بغيتو هذا ما كيشكل مشكلة انتو ما اخذوا العبارات اكزاكت ومن اللي غاديتمشو عندو انتو ما قد قولووش اذاك الشي اللي بغيتو في الكوطيات هو كين قصدك العبار صافيوك يدعو لهم العبار اللي اعطيتوه كينجيكم العبار ناضي هو هذا بالنسبة للفرماجات العبار ديال الخشب انتو ما كتتقولوا إلا بغيتو في الفرماجة حينت الفرماجة كينجي على شكل مربع هو كتتقطع في ذلك الجهة اللي يعني ذلك الجهة اللي غادي تجيع للصالون الجهة اللي موالية الحيط ركتع لشكل مربع زوية قائمة يعني كيجعل هذا الشكل نوريكم رأي انا ارسمت دايجة الشيما ديجة رأي ارسمت الشيما ديالي كيف ما كتشوفوا بالنسبة للناس اللي بغني دروا فرماجات كيف ما كتشوفوا هنا هاد القياس اللي كنقول لكم رك يكون بحال هذا بحال هذا يعني هنا انا عندي تسعين تسعين تقدروا تديروا مترو مترو عشر مترو عشر يلا عندكم صالون كبير او لا جايب العرض ماشي بالطول فهذه الحالة تقدروا تضيفه انا عندي صالون جايب الطول وعندي الضيق اذا ندرت هنا غير تسعين تسعين هذا هو المنموم هكا كتجي مزيانة انا ارسمت هنا باش ندير معكم كل شي بالبراتيك يلا قلتوه تسعين تسعين سوف يعطوه غير عبارات من تحت يعني هذا بالنسبة للخشب كتعطوه من الرأس في الارض من الطول كامل والعرض كامل حسب انا مثلا السالون هو مني كتقول له الكوطية هش حال بغيت فيها كينقص العبارة الكوطية سوف يبقال ودك الاخر هو تيخدمه بالنسبة للخشب هنا كيف ما كتشوفوا الخشب عندي انا ما عاليش مهيم ما عنديش لعلو سوف نعطيك الغابار لتحضروا العبار لتحضروا العبار لتحضروا العبار لتحضروا العبار بالنسبة هو الخشب الغابار الغابار لنجعلو تصفيفوا الغابار السيطة 28 ثم الغابار سوف تكون ثلاثا 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 يجب أن نقوم بخشب بخشب 50 سنتيمة في العلو يجب أن نقوم بخشب بخشب نقوم بخشب الإحرامة مباشرة لن نتقوم بخشب الإحرامة مباشرة تنفيذ عمل نهائيا سنقوم بخشبت المنز سنقوم بخشبت التلامة المفاجأة الأفضل من الحافة إلى الحافة لقد بما لا كنت تأخذ العبارة من هنا الضبط من الحافة ليست معي الشباب الثمان سوف نقوم بتطبيق التوب نصيحة للبنات التي تريدون صالونات او لسيجورات ضروري ترسموا للمعلم الشامة تسهل عليها الخدمة تضيف العبارة في كل مكان سوف تكون عارفين كيف تأخذ التوب و لكن ضروري من الشامة ما تكتبه فيها؟ سوف تكتبه فيها الطول السداري سوف تكتبه فيها العرض والعلو حتى العلو يجب أن تكتبه يعني العلو سداري مرتفع من الأرض 28 سنتيم او 30 سنتيم بحال انا عندي 28 سنتيم كان يجب ان تكون عنده 30 سنتيم ضروري هذا الشخص يعرف المعلم إذا لم تكن يدخل عندك الطول و لم تكن يعبر ضروري تعطي هذا العبارة لكي يعرف كيف يلبس لك البونجة يعني كيف سوف يخطفها في هذه العبار بالنسبة كيف سوف نعرفون نأخذوا طلمات الريوصنا بلا ما نحسجوا المعلم يأخذوا نحن نأخذوا العبار نديروا في ريوصنا ومشوا عند المعلم ونشوفوا كيف سوف يقول لنا ووجدك الشي اللي قال لنا هو هذا او لا لا المعلومات لكن أعطيكم لها صحيحة أنا كنقول لكم يعني أقسموا بالله أن المعلم مدخلش عندي الضاري معبر لي حتى شي حاجة توب كل شي عبر طول راسي ولكن أنا دايجة عارفة المعلومات عبرت مشيت عندي المعلم من اللي اعطاني نفس المعلومات يعني ذك شي اكزاكت كيف ما أنا حسبته كيف ما أنا صيبته ديت له الشيما وكل شي يعني من بعد اعطاني ذك شي اللي انديت عندي في راسي اللي كنت عارفة مشتخديت عليه التوب يعني عرفت بلي المعلم باقي المعلم اللي يخدم لي السيجور هداك غنقولها بالمعنى والله يسمح لي غشاش بهذا المعنى كنقولها غشاش لهذا رضو بعلكم ناخد معكم العبارة كيفاش غادي تاخدوا التوب هنا عندي ستاري قلنا العبارة يلوقينا فيه 3 متر و 35 3 متر و 35 يعني اذا هنا كان عندي 3 متر و 35 يعني ممكن يكون شوي زائد هنا 4 سنتيم او لا ناقص او لا يكون شي مشكل ما الأفضل انكم تاخدوا العبارة كاملة انا نعطيكم انا عندي هنا بحل 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 هنا هنا عندي 3 متر و 35 هنا عندي 96 سنتيم هداك شي اللي غنخدم على هذا هو اللي غنطبق على هدو كاملين كاملين نفس الخدمة فرماجات يبقى خدمتهم بحديتهم الى ما عندكم لفرماجات عندكم صداري طويل او لا طويل من هنا تقدروا تخدموه عادي كيف ما نوريكم المهم عندي هنا 3.35 يعني 3 متر و 35 سنتيم هنا في هذه التلبيسة اللي كنبسو صداري عندنا جدي الحالات يا اما يكون مخيط يكون قطع التوب و مخيط يا اما يكون التوب من نوفيه يعني ما تكون الخياطة هنا نسميها الكابة الكابات كي يكون هدو اسميتهم الكابات كي تكون هنا الخياطة دايزة وعد كي تدخل البونجة كي تدخل تلميطة في البونجة هاد الكابات هادو كل سداري كنزيدو فيه نص متر كل سداري كنزيدو فيه نص متر يعني 50 سنتيم هنا كي تنفعنا هاد الكابة مثلا الى عندي توب غالي توب مثلا ندير 500 درهم 400 درهم 300 درهم تشهيز هادك التوب وغانووريكم حتى الحيلة اللي غانووريكم الى انت بغيتوا تدروا التوب غالي وما بغيتوش تضيع وزعمة يعني الفلوس بززاف سيغطوا الناس اللي كي يبغوا يدروا الحوفة هم اللي غايتك تنفع ما هاد الحيلة كتدروا التوب غالي معني ما يكون لاش تضيعوه ودخله حتى هنا في هذا الكابة كتدروا غيتو برخيص سيغطوا انا وغيت تغطى بسداري من هنا وغيت تغطى مع البونجة الخورة هنا اذا كتدروا توب عادي 30 درهم 25 درهم 20 درهم تدخله هنا وتجمع به تلميطة هنا تكون توب غالي يعني في الواجهة هنا كندروا كابة كندروا كل سداري تضيفو عليه نصف متر يعني 50 سنتيم في حالة كندروا التوب من نوفيه يعني ما تكونش هاد الخياطة يعني نفس التوب غد يمشيف سداري كامل وغيتدور حتى بلاستيك هاد يدور هنا هنا كندروا ثلاثة مترو وخمسة وثلاثين غدي نزيد عليها ثمانين سنتيم مهم هاده هما العبارات اللي كتاخدوا كيف هاد السداري كيف هاده كيف هاده كيف هاده قلت لكم بالنسبة للناس اللي كيدروا هاد يقدروا عندك هنا التوب الرخيص وقدروا هنا التوب الغالي كتاخد هاد نصف مترو ديال التوب الرخيص كتقول لعافك انا بغيت ندير هاد التوب اللي غالي بغيت ندير الكابات ديالو من هاد التوب الرخيص كيقولك مرحبا بالنسبة لله اللي كيكون من نوفيه اللي كنزيدو فيه ثمانين سنتيم تصلاح للناس اللي كترحل او للناس اللي كيمها هكا كترحل كيكون سداري مثلا غاد يقدر يجيها زيدا فيه واحد شوية سنتيمات طلميطة ما قداتهاش كتقدر تحلط الميطة وتزيد في الطول ديالها بسهولة هادي كنت نفع في هاد القادية بنسبة للفرماجات الفرماجات يعني كتعطي غير هاد العبار اللي عندك هنا اللي هو تسعين سنتيم انا عندي كتكون تسعين سنتيم يعني كي عرف هاد تسعين سنتيم سافيك يخدم عادي يعني ممكن إلا كان عندك السالون بالعرض كتديري ميترو ميترو عشرة على حساب ذاك الشي اللي بغيتي مهم بنسبة للسالون عندي أنا فيه الطول تسعين سنتيم هي اللي مزيينة ليا عندي العرض يعني صغير عندي السالون مضيق هنا كنحتاجو جوج ميترونس يعني ما فيهاش زيادة ما فيهاش النقطة يعني جوج ميترونس جوج ميترونس هاد هما العبارات فيما يخص تلامط مهم بنسبة للفرماجات واحد الاضافة هو أنك تقدري تأخذ التوب بوحديتك سعبره بوحديتك ولكن من كنتمشي تخيطي عليها تلميطة أراها أغلب المعلميات يقولك خاصنا وحدة خاصنا فرماجة يعني إذا كانت بحل عبار ديال الخورة ستجي بالناغي وحدة باش ناخدو عليها يعني كيفاش غاد يقولون نلبسو هاداك تلميطوها يعني تجي سور ميزيور مهم بالنسبة أنا أغلب ديال المعلميات كانوا يطلبوها مني لدرجة أنك تكن بدي للمعلمية باش ما نديش ديال الفرماجة ولكن في آخر المعطاف اديتها باش ما نقعش في مشكلة يقولك نتيلي مجبتيها شلينا المهم هدا فيما يخص الفرماجات سوف ندوزو كيفاش غاد يناخدو العبار ديال ديال المخد بالنسبة للمخدة الأخوات المخدة راه العبارات كتختلف يعني كينا سبعين كينا ثمانيين كينا تسعين كينا ميترو كتجي كبيرة بززاف انا العبار اللي اخديت هو تسعين يعني لمنسبة للناس اللي غادي اجبهم العبار اللي ادرت راه هو تسعين واحد المعلومة راه تسعين هي خاوية كي يقطع لكم تسعين وهي خاوية باش تكونوا واضحين من اللي كتعمر المخدة وكتنفخ راه كتنقص 1 الربعة سنتيم المهمة الشي غادي نطبق معكم باش تشوفوه بالتفصيل يعني من اللي كتنقص 4 سنتيم دائما نديروا في بالكم بأن ذاك العبار اللي غادي تاخدو حمل مخدة سنتيم نديروها في بالكم باش تنقص 1 الربعة ولا 3 سنتيم باش من نتجيب تاخدو حمل مخدة تكونوا عارفين شنو غادي نعطيكم تطبيق على ديالي انا اللي اخديت بحال ماتلا انا ملي جيت يعني انا اللي اخديت في دماغي هو تسعين سنتيم يعني هو غادي قطع لي تسعين انا غادي نجيب ميترو ديالتوب في كل مخدة دائما 10 سنتيم كتزيد غادي نجيب ميترو ديالتوب في كل مخدة ولكن باش نعرف راتيش حمل مخدة غا تخصني هنا اشنو كندير كناخد عندي هاد الطول هادا هاد الطول كيف ما كتشوفو هو 3.35 غادي نقسمها على اه العبار ديال المخدة كيف ما كتليكم المخدة فيها تسعين الى انقصت ربعة سنتيم غا تبقى 86 سنتيم يعني 86 سنتيم كيف ما كنعرفو هاي 86 سنتيم ضروري رخصا نحولوها الماتر ضروري رخصا نديرو كأنا حفلو المهم غادي ناخذ الكالكولات باش نديرو هدا القياس كيف مقلنا أجل العبار سوف تقوم على على الاسترادة على الاسترادة سوف تقوم بطول 3.35 سوف نقوم بطول 0.86 وهذه سوف تقوم بطول 3.89 يعني 3 ديال المخد يعني 4 ديال المخد سوف ادخل كل اسمك هذا الأخرج تختصر بانسبب ل هذا السداري فيه راسق 90 سنتيم هنا قلت له يتأخذ العبار لها المخدة يكون شبيه زايد يعني يكون فيه تسعين بالضبط يعني وخاط عمار تبقى تسعين هكا تبقى لي غيف جوة صغيرة هنا يا كان عمار ها بدوك لي بتيكو سان راكم شو تديكور عندي أنا درت هنا قدوك المخدة الصغار تقدروا تديروا انتم المساند إلا بغيتوا تديروا المساند إلا كنتو غادي تديروا المساند فهم زيان تأخذوا العبار عادي لأن المساند كي يديروا 20 سنتيم من هنا عفوا و 20 سنتيم من هنا دائم الإنcere، نقيسي من المساند والذي نقل ثلو أنه الرحمن الاخرام كي نقصون 20 سنتيم 20 سنتيم من هنا و 20 سنتيم من هنا Camper 1xn يعني مثلا أن عندي 0-096 نطلب من هنا سوف نقسم راحو 40 سنتيم حيث تبقى لي المخدّة هي هذا الجج growing سوف نقول الطريقة التي تبقدي لمعلم أنها ل we program 27 سنتيم من هنا مثلا هنا هذا الجunes المساندrad و 20 سنتيم من هنا يعني Storage يعني إلا كان لannya كنتو غير كبال hem مكتزبوك بالطريقة كنتو غير تمشب عليهم مثلا انا كنت بغى ندير المساند غادي نشدد 3.35 غادي نقسم منها 0.40 ديال المساند هاداك الشي اللي كيبقى لي كنقسموه على المخد اللي بغيت انا كنعرفش حال ما نخده غادي تخصني صافي هذا هو التطبيق بالنسبة للمخد صافي هذا هو العبارة اللي ممكن نعطيكم بالنسبة لها الشي اللي طبقناها على هادا نفس طريقة نطبقوه على هادا غير العبار اللي كيتبدل العبار كيتبدل ولكن طريقة نفسها كيفما طبقت على هادا غنطبق على هادا وهذا خلاص صرا نفسه اللي لكن شي اختلاف عندكم ديالك ساعة تتطبقوه ولعل العبارة يعني جديد صافي هذا الشي اللي ممكن نقول لكم بنسبة لفرمجات نقشنا عليهم ده بغان ندوزو نوريكم المخد ونوريكم العبارة ديال المخدة كيفاش لان المخدة ملكت عمر كيبت لكم كتنقسم منها 1-4 سنتيم غادي تشوفوا هذا الشي معايا بالعبارة ها انتم من البنات شفتو 4 ديال المخد بالضبط ها انتم تشوفوا من السداري ها انتا 4 ديال المخد كينا ها انتم ما نظن بانه باين 4 ديال المخد ونصيب معاكم العبارة دابا اكزاق باش شوفوا بانه ما كتبقاش 90 سنتيم مهم كيف ما كتشوفوا ها المخدة انا طلبة فيها 90 سنتيم اذا هو نورمال موره قطع 90 يعني 10 سنتيم هي اللي كتدخل في الخياطة في الجناب بحل كتدخل هنا خمسة وهنا خمسة لان اخديث مترو بحل كتدخل هنا خمسة سنتيم هنا وكتبقى عندي 90 سنتيم هنا انا غا نعبر نشوف من اللي عمرناها وش بقت فيها تسعين ها انتم ما كيف ما كتشوفوا معايا ها يبقات فيها غير تقريبا شي بس هذه العبار اكزاكت هات فيها 86 اي 86 نضم بينها 86 سنتيم اذا ما بقيتش فيها تسعين لاحظوا نحن تسعين نقصت نقصة 4 سنتيم انا غا ناخد لكم مخدة خاوية اللي اخدتها بنفس العبار انا داجراني بالتلتة لكم عارفين ستعلم عندي راديرة فيه تبديلة عانتو ما غا ناخد هاد هاد الامخدة غا نعبرها معاكم باشتوفوا 90 سنتيم وهي خاوية تفصيل الموميج تفصيل الموميج تفصيل الموجة تقص عليها ستحصل على المخده من 50 سنتيم لن تخيط ستبقى لكم 40 سنتيم ستدخل بخياطة من أفضل تخيط ستبقى لكم المترو بذلك المخد 1-42 سنتيم نصف متر سوف يضع لكم جوجات نضع بعين نصف الحوفة نشرح لكم أكثر دائما الحوفة نزيد كل متر 10 سنتيم هذا الخياطة نقرب لكم كيف تشاهدون الخياطة يجمع شوية توب كل متر تزيد فيه 10 سنتيم حتى ال 15 سنتيم لا يقشف كاين موجود في هذه الحالة تزيد 10 سنتيم حتى ال 15 سنتيم في المتر كل متر تضيف فيه هذا فيما يخص الحوفة دائما تزيد 10 سنتيم القياس 70 سنتيم 80 سنتيم 80 سنتيم 90 سنتيم دائما تزيد 10 سنتيم هذا فيما يخص المخد نظن كل شيء واضح ننسيت شيئا نجاوبكم عليها ضغط مهلا مهلا أنا صراحة استفت من المعلمية كم شيء نسول الناس من المفيد اذا كانت هذه الخامية كما ترى من المزيد مهلا نزيل من المزيد ، مهلا متأكد في المثال الراس يتعبر من القنت حتى القنت الحيط انا لقيت جوج 1.8 سنتيم جوج 1.8 سنتيم دائما نضربها في جوج لكننا نريد أن نفلل بحالة تشكل الدائرة لأننا نأخذ غير الدابل سوف نقول لكم كيف يجعل مهم بالنسبة للتحتاني تحتوي على 5 متر بأن التوب لتحتاني ضروري اللي بغير استيل لأن الأمر يكون غالي غالي المترجم من السميد و تحتاج 10 مما إلى 3 متر ما أقل العبار تحتوي على أخط الخاجة فهي تحتوي على الأطفال الأمضان مثلا ، لديك 1.5 متر في السميد مثلا أنه يحتوي على الأطفال ثلاثة متر كي تحتوي على قليل عميات التي تحتوي على الأطفال لا تقوم بالضبط أفضل يوم من بعد و Buddhism في ذلك أتباعت الخامسة في نترهم خديت الخامسة في مكتر من خديد الخامسة في خامسة متر اضعت 6 امتر 40 اضو 35 ارتاب اضعت عقلات 8 ارتابات سطولون 5 ارتابات سيدي اضعت 4 ارتابات السجم دائما كنضربو في جوج واكتر من تحت جوج ما تجيش الخامية زوينة هاد شي فيما يخص الخامية فيما يخص التحت نقول لكم على بنسبة الفرماجات الناس اللي غا يديروا الفرماجات تقدرو تاخدو مخدة اللي هي هو مخدة هنا انتم ممكن تلعبوه بالذيكور كيف ما بغيتو المخدة انا راه دكشان دي مروه و انا راه ما صيبتوش مزيان مهم دراني ران مقبله والدي انا بغا نصوره هو كي العبلية من هنا ومن هنا المهم انا كنت بغا ندير فلور مخدة من هنا مخدة من هنا شوية قلت بلا ما نزيد عليها مصاريف وهذا سوف نخلي غير مخدة امه من بعد نبغي نغير مثلا طلع مطو هادا نضيك ساعة نغير الديكور يطلع عليها في الراس مهم هاد شي اللي كاين ما ستديوش على دي كروينة ده بغا دي ندوز باش نقول لكم المفاجأة اللي كنت موجدة لكم باش نقولها لكم في الفيديو اللي قبل ولكن جات الفرصة ديالها فجاجة في مرضة ضربية البنات على فكرة بنسبه الضربية الزربية التي بغي أن يخذون زربية ، الكبير فدخورة داخل تستخدم الشوية في القضاء يقدم بالنسبة للعبار طول و تضربوا في العرض لذي يمكنك وضربوا طول في بعضياتهم و تضربوا عن المتر مربع المعلم يريد أن أقضي 3 متر مربع مثلا عندي جوج مترو في الطال وعندي متر ونصف في العرض سوف نضرب جوج مترو في متر ونصف ثلاثة متر مربع ثلاثة متر مربع ثلاثة متر مربع تضربية أسهل حاجة ممكن تقطعها وتخيطيها أسهل حاجة المهم ندوز باش نقول لكم مفاجأة لعندي مهم البنات المفاجأة وصلنا الوقت المفاجأة بالنسبة للمفاجأة هال المفاجأة ستهم البنات إذا كنت بحالي ضغيكة من الألوان ضغيكة من الفراش وما كتش بغت ضيعي فلوس كثيرة في الفراش اللي ممكن تبدليه في أي لحظة فهذه هي الحيلة وهذه هي الفكرة اللي ممكن تضيرها إذا كنت بحالي أنا نقدر كل عام نغير اللون نحفضي على السامبل اللي عندي مثلا نور لكم طريقة مثلا غل ناخد هذا ما غديش نضيع في هادو لأنه أصلا لوين عاجبني وزوين ممكن تضيره مع الأخضر ملاكي ممكن تضيره مع الضهبي اللي كيكون هكا فونسي ذاكا السفر ممكن تضيره مع القرونة ممكن تضيره مع الأزرق ملاكي ما عندي حتى شي مشكل عندي ثاني ثوب حتى هو ما غديش نضيع فيه تهويته مع الكثير من الوينات ومع الكثير من الأشكال سيكون لدي المشكلة فهذا لم يأخذ منهم متر كثير هذا لم يأخذ منهم خمسة متر يبقى تغير تصبنيهم و تتجمعيهم من بعد أن يتبطني يتطلع لك ثاني الخرين في الراس و تتوحشي ثاني تديره المهم الطريقة والاستيوس هي المشكلة في الطلمات سوف نحيي لحافة بشتوفه مهم وجدوا رأسكم البناس سوف نحليكم المهم كحيلة و فكرة انا عجبتني و صدقات معي بزاف بزاف المهم كيف ما كتشوفوا هنا قبل ما نسبق الأحداث سوف نوريكم كيف ما كتشوفوا عندي هنا يعني هنا تبليكم صداري عادي جدا لاحظو هنا كيبليكم صداري جد جد عادي يعني التوب كيبليكم عادي تفريشة كتبليكم عادية لاحظو لاحظو ولكن لاحظو مفاجأة لماذا نقولها مفاجأة لان انا صراحة صدقات معي و صدقات رائعة سوف تروني غيط تفريشة الصالون تقريبا مشكلات كثيرة فالسبب هو هذا الحيلة اللي ادرت مهم سوف نحيط شوفوا معي سوف يبليكم الفرق هنا مشيت عند المعلم قلت له عفاك سوف نجيب لك انا واحد المدراج قليل سوف تخيط لي هنا 30 درهم اللي هو اللي سوف نبدل من الجهة الأخرى سوف نراجعها من هنا سوف تروني في السامبل 100% رومي ثم تروني سوف نراجعوا نقلب السداري لها الجهة يقولي عندي كل سامبل يقولي الخياطة يخيط فوق منه هذا التوب هذا اللي يكون غالي هذا التوب اللي يكون غالي اخديت في السالون كامل اخديت فيه 4 متر 4 متر اللي اخديت فيه بالضبط هذا الربعة متر قسمتها يخبيت heeft اليوم اخذت فيه توب 300 درهم سوف نخيم هنا اخديت ساتة سوف نستعمل واردت 130 درهم لا يهم الكثير من الفير mettre اخديت في jibe بسيطgood اليوم وتفتدي بواسط ليس Medal أعجبوني لحفة لحفة لاحظوا 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 لأنه الدهبي يكون في الأخضر الملاكي في الأزرق الملاكي يكون في القرونة يمتواتي مع جميع الألوان إذا أردت هذا الدهبي و أردت المطيفات في المخد سوف أغيرت السالون المهم هذه هي فكرة سأريكم طريقة كيف أخيطها لي المعلم أعجبته لأنه أول مرة أخيط هذه الخدمة أول مرة أخيط هذه الخدمة فأخيطتها لي سأريكم عن قرب كيف أخيطها لي أنتم ترون الخياطة ميتة وجدت طلعة قليلا لأنه أخيطها سأردت بوشفتها أبدأ جادة حيث أنتم كثباً عادي جداً هذه هي الحيلة وهذه هي الفكرة كنتمنى تعجبكم وكنتمنى الآراء ديالكم في الكومنتر وصراحة انا غير تحيد عن هذا الحجر ان شاء الله يعني نقدر نغير نقدر نغير يعني بتويبات ليه مرخاص وعادياً وهذا نصبنه ونجمعه نصبنه ونجمعه نخلي غير اللحفة نخدم بها ونغير شوية الألوان نجيب شوية الحيوية بنسبة الخامية ندرها يعني كتمشة مع كل شيء يعني ستونداغ أصلاً سوف نأخذه لنضيع في ذلك شيء الأخر سوف نأخذ فيه الدهبي ضروري سوف نأخذ فيه هذه الوينات اللي سوف تولي مع الخامية مع القبض مع الطريا مع الناب مع كل شيء يعني سوف ندخل فيهم مثلاً اما الأزرق الملاكي اما الأخضر الملاكي اما القرونة وان شاء الله أي تغيير سوف نفعله سوف نبرتجه معكم باش تستفيدوا وبنسبة للناس صراحة الحيلة نفعل الناس اللي كتبغي تبدل بزاف واللي عندها دخل مادي يعني يعني متوسط ماشي يعني الفلوس عندها محطوطة ممكن تدير فقط مما بغتت يعني أتواب لي هي غالية وبالنسبة للناس كيف ما قلت لكم السيغة الناس اللي كترحل وكتخاف صراحة تضيع فلوسها في التوب لي هو غالي هذه حيلة صراحة غاديت نفعكم بزاف حتى المعلم صراحة من يديتها له وقال لي فكرة زوينة وقالت الوالدة ديالو كانت حاضرة ديال هذا المعلم وقالت له غاديت ديالي نفس الخدمة حتى أنا وعجبت هالفكرة وقالت لي غاديت ديالي نفس الخدمة فوحد توبلي هو غالي ما غنقدرش ناخده كامل في السدادر غناخد غير طريف منه وغاديت ديالي هاد الخدمة اللي دارت هاد السيدة راها عجبتني بزاف وستفدتها هي منها وكانت منحت انتم ما تستفدوا منها وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وكانت سلنا لي كومنتر ديالكم صراحة سواء كانوا زوينين او اللي خايبين غنتقبلهم غناخدهم بعين الاعتبار وشكرا لكم بزاف اذا وصلنا لنهاية الفيديو المعلومات كلها رابارتاجيتها معكم ايلا نسيت شي حاجة سمحوا لي وخليوها لي في الكومنتر ان شاء الله نخلي لكم المعلومات ديالها اذا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله